هذا هو تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 488 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 152 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 67 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية والغير غذائية تم ضبط أكثر من 84 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 719 قضية من بينها 55 قضية خبز ناقص الوزن و72 قضية خبز غير مطابق للمواصفات